وإلى أداء بورصة عمان خلال الأسبوع فأظهرت البيانات تراجع المعدل اليومي لحجم التداول بنسبة كبيرة بلغت 64% مقابل ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار المحلل المالي وخبير الأسواق مهند عريقات قال إن تراجع السيولة يعود إلى حالة الحذر والترقب بين أوساط المتعاملين لحركة مؤشر أسعار الأسهم ومدى قدرته لتجاوز مستويات المقاومة حيث تحرك المؤشر هذا الأسبوع ضمن نطاق عشر نقاط شكلت فيه مستويات المقاومة 2148 نقطة ليسجل ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي حيث أظهرت المؤشرات أن حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع بلغ حوالي 41 مليون ونصف المليون دينار مقارنة مع 104 ملايين و700 ألف دينار للأسبوع السابق وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بنسبة 47.6% من حجم التداول الإجمالي وفي المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنسبة 44.5% وأخيرا قطاع الخدمات بنسبة 11.9% أما عن مستويات الأسعار أغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم هذا الأسبوع عند 2148 نقطة مقارنة مع 2139 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع نسبته 43% وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 12.14% والقطاع المالي بنسبة 3% في حين انخفض للخدمات بنسبة طفيفة ترجمة نانسي قنقر